في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة استغلت الجمعيات الاستيطانية المتطرفة الظروف الراهنة للانقضاد بصورة مفاجئة على ساحة موقف دير الأرمى الغربي القدس برفقة جرافات بدأت بهدم جزءا من أسواره في محاولة للاستيلاء عليه بالقوة أجوا جرافات من شركة زانا كابيتل وأجوا يجوا يسووا شغل ضد البطركية وضد التايفة ومش بس كمان المستوطنين كمان قبل أكم من يوم أجوا من الشركة سيكيروتي جارز عشان هم من يدخلوا على الأرض وكل العالم ملتي على الغزة يعني في الحرب بغزة وهم من يستعملوا الوقت عارفين أن كل الصحفين في غزة وكل الدول مشغولين مع الحرب في غزة فأشان هيك أكيد يعني يستعملوا الوقت بدأت قصة التوتر في حي الأرمن الواقع في الناحية الجنوبية الغربية للبلدة القديمة من القدس الشريف بعد أن تم الكشف عن صفقة غامضة غير واضحة المعالم تم إبرامها عام 21 بين رئيس الكنيسة الأرمنية في القدس ورجل أعمال أسترالي إسرائيلي تتضم تأجير أرض يملكها دير الأرمن مما أثار غضب الجالية الأرمنية في الحي مطالبين بطريارك الأرمن نورهان مانوكيان بإلغاء هذه الصفقة المشبوهة مدعيا بدوره بأنه تعرض لقضية تضليل وخداع حيث أعلن بأنه بدأ بإجراءاته القانونية لإلغاء الصفقة في الوقت الذي يقول السكان المحليون الأرمن إن مشروع تأجير الأرض لن يتضمن فقط موقف السيارات الخاص بهم وهو أكبر مساحة مفتوحة في البلدة القديمة ولكن أيضا حديقة البطريارك والمعهد الديني وخمسة منازل قبل أسبوعين تم إلغاء من جانب البطرياركية الأرمنية الصفقة كان لازم يروحوا مفاوضات مع الشركة الخاصة ولكن الشركة الخاصة قررت بدل ما تروح على المفاوضات تهد حيث تفصل موقف البطرياركية الخاصة وموقف حديقة البكر الأكبر وبدأت كمان تهد الحتام بالبلدوزرات ولكن إجا المجتمع الأرماني مع الخوارني مع البطريارك مع البطرياركية وقفنا البلدوزرات وبعد أكم يوم بعتوا مستوطنين مسلحين مع كلابهم يهجموا على الأرمن ولكن مرة أخرى المجتمع الأرماني مع الخوارني ومع البطريارك وقفوهم وتقدمنا على أرضنا علشان نحمي أعضاء المجتمع نحمي الأرض نحمي البطرياركية وأملاك البطرياركية وأكارات البطرياركية بات من الواضح بأن مدينة القدس بأهلها ومقدساتها تتعرض لهجمة غير مسبوقة بعد بدء الحرب على قطاع غزة من خلال منع الاحتلال الإسرائيلي المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليهم والإجراءات المشددة على مداخل البلدة القديمة في القدس وحملات الاعتقالات الواسعة في صفوفهم وعنف المستوطنين المتزايد بحقهم مما يجعل القدس على صفيح الناس خنن من التصعيد والتوتر المستمر إن الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الوجود المسيحي والإسلامي بالقدس الشريف بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستهدف الوجود الفلسطيني بكل بقعة من بقاع فلسطين من حي الأرمن رجاء الخطيب لبرنامج عين على القدس ترجمة نانسي قنقر